اشتركوا في القناة الحديث نحييكم ونسعد بلقائكم أعزائي المشاهدين موضوعنا لهذا اليوم يتعلق بمرض معين ولا مرض المعين يتعلق بأمراض كثيرة جدا موضوعنا لهذا اليوم نتكلم عن اليوريك أسد وزيادته في الجسم وتأثيره على الأبام اليوريك أسد سبب عدم التمثيل الغذائي بالصورة الجيدة وكذلك ارتفاع حمض البوليك اللي تصفين نيال كلا فله ارتباط بالكلا وله ارتباط بالتمثيل الغذائي للكبد فعليه اليوريك أسد عارض مرضي ناتج عن خلل وظيفي بالكبد والكلا والخلل الوظيفي ناتج عن تناول الأغذية الغير جيدة للجسم علاجاته كثيرة جدا لكن بصراحة العلاجات لا تجدي نفعا إذ لم يكن نظام غذائي مرتبط نظام غذائي صحي مرتبط بالجسم الإنسان ما يكون العلاج الطب البديل ناجح ولا علاج الطب الكيميائي أهم نقطة أهم نقطة عندنا نوعية الأغذية اللي يتناولها مريض اليوريك أسد طبعا من يزداد اليوريك أسد بجسم الإنسان يولدنا حالتين الحالة الأولى توالد حصيات الكلة من نقول توالد يعني حتى لو تقال حصوات اليوم بكرة ترجع مرة ثانية بعد أسبوع ترجعنا مرة ثالثة هاي الأمور بأن تتوالد حص الكلا من أثر ارتفاع الإنزيم داخل جسم الإنسان علاوة على الآلام بالمفاصل يكون حبيبات على المفاصل وخاصة بداياته إصبع الإبهام إصبع إبهام القدم يكون الألم بهذا المكان وألم قوي جدا فهذا الدليل على ارتفاع اليوريك أسد بجسم الإنسان الأغذية الملائمة لهذا الموضوع أول نقطة الخضروات بكافة أنواعها الفاكهة لكن بمستوى قليل جدا الفاكهة لكن بمستوى قليل جدا علاوة على استخدام الماء مع الليمون هو يعتبر علاج رئيسي ويعتبر غذاء طبيعي الماء مع الليمون طبعا أحد المصادفات العجيبة الغريبة التقيت بباحد ذاك الأسبوع وزني قلي ما ينزل وضغط الدم عالي جدا عمره بالثلاثين سنة قلت له وزنك شقد قلي مية وتسعة واربعين ضغطه شقد قال بنوباتي وصل لي لـ 18 وعمره ثلاثين سنة يعني مو مال هذا الضغط ووزنه صح مية وتسعة واربعين لكن الداهية الكبرى قتلت قد تشرب مي باليوم اتصال أخي عفوا ننقض على الاتصال قتلت قد تشرب باليوم مي قال مرة جبرت روحي قوة شربت لتر انتقيسوا الموضوع اضرب هذه الحالة المرضية خلوكم ويايا وفتحوا لي أذهانكم انطيكم نسب وزنه مية وتسعة واربعين يعني نقول وزنه مية وخمسين مية وخمسين كيلو والوزن يستخدمنا لتر واحد باليوم ما فيما إذا استخدم لتر فشلون ما يكون عنده ضغط وشلون ما يكون عنده وزن زيادة وشلون ما يكون عنده حصب الكيلة وشلون ما يكون عنده آلام الفقرات ويورك أسدو ترتيباتها بسبب بسيط جدا محاضراتي السابقة في كل قنوات الفضائية نؤكد على إن جسم الإنسان يحتاج من الماء كما يأتي جسم الإنسان الوزن تسعين كيلو نحتاج شقد ثلاث لترات من الماء يعني كل لتر نخلي له ويا ليمونة ثلاث لترات الماء كل وزن ثلاثين كيلو لتر ماء كل وزن ثلاثين كيلو لتر من الماء ما عليمونة ما عليمونة في سبيل يقومونها بالفعاليات جيدة اتصال ابتسام ويا أنت على الهوى ابتسام وانت على الهوى انقطع الاتصال ظهر الاتصالات اليوم ضعيفة بالشبكات فعلو رجع الاتصال نواصل ان شاء الله ونتقل الاتصالات ان شاء الله نتحسن الشبكة بإذنه وتعالى الاخ احنا وزنه مية وخمسين مية وتساربعين نقول مية وخمسين ياخذ لتر واحد من الماء هو لازمش قد يحتاج خمس لترات من الماء اش قد عنده نقص أربع لترات من الماء قيسو يعني نعم ابتسام انت على الهوى ابتسام انت على الهوى عليكم السلامة وسهلا دكتور أصعب الإضحام بإيدي وبرجلي دائما يتفصل لأنه ينكسر الأضفر من الوسط ينكسر الأضفر من الوسط نعم أبعض الرجلي الإضحام بس فقط يعني هم يعني مثل إيدي ذاكي الفريق من المس الأصفر أصقر همين أكبر يكون حجما يكون أكبر حجم لا أصفر 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 ها 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 نعم 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 ما قد عمرك؟ أنا أمري ستة واربعين ستة واربعين سكر عندك؟ لا لا أصفر حاضر حاضر إن شاء الله سماعيني من التلفزيون وأنا حاضر إن شاء الله سماعيني حاضر حياك يا الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا نرجع للموضوعنا فجسم الإنسان يحتاج لنا كل ثلاثين كيلي منوزن جسم الإنسان لتر ماء دايقوا منا بالفعاليات الطبيعية وكل ما يزيد أكثر يكون أفضل دايق سللنا الجسم الماء تشطفون طرامي أنتو تشطفون شوارع كل ما يكثر الماء ينظف الشارع جسم الإنسان كذلك كل ما يكثر الماء يكون أفضل تشتغل لنا الكلا أفضل تشتغل لنا الكبد أفضل الخلايا الجسم الشرايين الأوردة العظام لآية القرآنية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي ما تحيى الخلايا ما يحيى الشعار ما يتحيى الأظافر إلا بالماء فأخوان الماء ثم الماء ثم الماء شرب الماء يهبط لنا الضغط شرب الماء يقوم من الجسم بفعاليات طبعا الماء القلوي يكون أفضل الماء الفلاتر يكون أفضل من الماء بالأسواق الماء بالأسواق مو نقول غير جيد لكن طريقة الخزن غير جيدة فالماء غير صحي وخاصة أن يجعنا وقت الصيف ما شاء الله من اليوم صيف فيكون فلاتر داخل المنازل أفضل ما يكون طريقة صحية لشرب الماء الماء بصورة عامة القلوي يكون أفضل القلوي يكون أفضل درجة القلوية مالته درجة الحاموضية تكون سبعة ستة ونص ما يكون مشكلة بالموضوع وهم بعض المرات الشركات تكتب لكم لستة على البطولة مالتها ما يكون مشكلة تنقري وإذا كانت القلوية جيدة جدا ما يكون مشكلة بالموضوع تكون نحو الأفضل فنقول الماء القلوي أفضل ما يكون من الماء العادي بالشرب للكلة لليوريك أسد نعم عمر من بغدان تعالهوى عليكم السلام أهلا وسهلا حياك الله يا أهلا وسهلا حياك الله دكتور عندي زمتي نعم أربع ثنوات أمهل نعم مشكلة طول الشعر أربع ثنوات أحدث شعره جدا قطير نعم وضعف بالموضوع وضعف بالشعر نعم عدكم شوان أخذتها العمر أربع سنوات أربع ثنوات نعم ما عدا أمراض فقر دم لا ما صار بها أبو صفار عند الولادة والله أكيد صار بها أكيد شقد الدرجة والله ما أتذكر خليتوها على الأجهزة الإضاءة أو فتشي لو محتاجة أطباء أصبال ما يعني يقولون طبيعي الموضوع وما عارف يشفر يعني بس أربع ثنوات لحدث شعره أولادي يعني نعم 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 مكعكل لو سرح مكعكل يعني أكرد أكرد مثل ما يقولون المصريين أكرد شعر أكرد حلو ما شاء الله حلو ما شاء الله حاضر حاضر اسمعني متفل زواني حاضر حاضر إن شاء الله يعني دفتار هو خفيف بغض النظر عنوان نعم نعم عدم تقوي حاضر اسمعني متفل زواني حاضر واش تدلل ببطن عيني حاضر حاضر حياك كلا سهلا فالماء أخوان الماء القلاوي أفضل ما يكون لجسم الإنسان شرب الماء بالطريقة الطبيعية اللي كل نص ساعة نقول نصف قدح اللي نقوله الجسم الإنسان يحتاج حسب الوزن الوزن تسعين ثلاث لترات من الماء يفضل إضافة الليمون الحامض ليكون الماء قاعدي ها النقطة المهمة الليمون الحامضة تخلينا الماء قاعدي وهذا ما يكون أفضل لجميع جسم الإنسان ماكو داعي للشراء الماء القلاوي علاوة على تنشيط الكلة الشعور عند امتلاء المثانة بالذهب إلى الصحية ضروري جدا لترتيب عمل يعني مونيشرب مي ونخزن الإدراض بالمثانة تأدينا إلى تكلسات داخل المثانة وهذا ما يحمد أقباط هذا إذا طبقنا أول نقطة شرب الماء رحنا أنا متأكد المليون بالمئة بأمره وتعالى ما يقصر عندنا لا يورك أسد ولا حصيات بالكلة بس يدرات استمرارية بالموضوع هذه نقطة رأس سطر تناول الخضروات بكثرة تناول المدررات وتنظيف الكلة يؤدينا إلى ذهاب اليورك أسد عندنا مواد كثيرة جدا المواد العشبية الخلطة الآتية عندها اسمه ذنب الخيل ممتاز جدا ذنب الخيل كرفس البير كرفس البير هذا سواحد يقول لكرفس العادي نعم لكرفس العادي جيد لكن كرفس البير يختلف في الموضوع كرفس البير ينتج عنه مواد فعالة أكثر لتنظيف الكلة لتنظيف الرمل لتنظيف حصيات اليورك أسد يكون إن شاءنا هذا على القرى على القراية نسميها أو بالآبار من اسمه كرفس البير أكو آبار بيها مياه دائمية يكون على جانبه أشبه بالكرفس بس لون الورقة زيتوني لا أحد يجيب لكم كرفس كريم هذا كرفس البير أدليكم على الصحيح الورقة تكون زيتوني أخضر قاتم الساق يكون لون أسود الساق يكون لون أسود سبحان الله ويكون قوي جدا أسود بلاستيكي أسود بلاستيكي هذا كرفس البير هذا يكون أفضل ما يكون لتنظيف الكلة واليورك أسد نظيف له بعد عندنا ذنب الخيل عندنا كرفس البير عندنا كفشة الذرة عرانيس مالة الذرة يصير عليها مثل الصوف هذه اسمها كفشة الذرة هذه ممتازة جدا كذلك نخليها بالخلطة موسع لأنابيب الكلة نخلي توسيع خلي عم تنزل حصيات شنخلي إحنا جاي نوضح للأخ المشاهد وللأخت المشاهدة خليه نقول ليش نستخدم مثلا هذا الموضوع بذور الخلة بذور الخلة لتوسيع الأنابيب التابعة للكلة ده يصيرنا ذهاب رمل الخشن وذوبان حصيات الكلة وكذلك توسيع حتى الشراين والأوردة بذور الخلة البلدي عندنا بذور الخلة شيطاني عندنا بذور خلة بلدي إحنا في حالات حصيات الكلة وليوريك أسد نستخدم بذور الخلة البلدي وليست بذور الخلة الشيطاني راح لربما سألي سيقول ما عارشيني بذور الخلة بذور الخلة كلكم تعرفوها لكن التسميات تختلف إذا ما العوادين تنظيف الأسنان مثل الفرشات الصير مثل الفرشة ما تنظيف الأسنان السابق اللي كان نخلوها بالمطاعم قبل التطور قبل ما جانا الاحتلال قبل 2003 نلقاها بالمطاعم موجودة على الكاشير ابو المطعم نلقاها مالعود تنظيف الأسنان اللي يكون على شكل كفشة فهذا هي هاي الخلة هي هاي بذور الخلة البلدي وطعمها طيب طبعا بالمناسبة ننخذ هذه جميعا ونخلي وياها كمدررات مثلا بذور الخس نأخذ وياها بذور الخس بذور الخس نضيف لكل هاي المواد صير عندنا خلطة كاملة الخلطة الكاملة شلون نستخدمها تنطحن كلها طحن ناعم جدا بعد الطحن شلون نستخدم نجيب خاشكتين أكل ملعقتين طعام يعني نقول خاشقة أكل بعض مرة يقول شنو خاشقة هاي خاشقة في التركي ملعقة طعام كبيرة ملعقتين طعام من المخلوط كاملة مع خمسة قدح ماء تغلي لمدة دقيقة واحدة يفضل يفضل إضافة الليمون المجفف أنه يبصر يضافة الليمون المجفف أنه يبصر واحدة أو ثنتين حسب الرغبة كلمة تكثر يكون أفضل كلمة تكثر يكون أفضل مع خمس إلى عشر حبات هيل تفيد موضوع الهيل يفيد لنا الجسم بصورة عامة نومي بصرة وهيل ويا الخلطة راح تكون ممتازة جدا ممتازة جدا نخدرها تخدير بسيط جدا مثل الشاي نصفيها وتنشرب طوال اليوم هاي الخمس أخضاح تنشرب طوال اليوم طبعا مسكن طبعا مدرر طبعا يشغل لنا الكلا بصورة جيدة جدا هذا كعلاج عشبي يستمر عليه فترة إلى أن ينزل لنا اليورك أسد يستمر عليه يوميا لتنظيف الكبد كذلك له علاقة بالتمثيل الغذائي طبعا استخدام الملينات استخدام الملينات ضروري جدا لجسم الإنسان استخدام الملينات كثيرة جدا عدنا زيت الزيتون عدنا زيت الخروة عدنا زيت القليسرين أمور كثيرة جدا الملينات عدنا قليل من السنة مكي ولو الكترة ما لتؤدينا إلى الأمراض الغير جيدة الإقلال من السنة مكي أمور كثيرة جدا يستخدم لنا هذا الموضوع عدنا تنظيف الكبد تنظيف الكبد في أوقات الشتاء نعم يحتاج العسل إلى سكريات يحتاج النحل إلى سكريات إلى التغذية بس لكن التغذية فيها ومو وقت إنتاج العسل في بعض الأحيان بالعراق ما نكسر الحاجة العراقية ما نكسر العسل العراقي العسل العراقي عراقنا وبلدنا لكن لكن اللي يريد ينتج عسل مضبوط يخلي المناحل ماله وين في مناطق زراعية دائمة الأزهار نقول دائمة الأزهار يعني ربيع خريف شتاء الريد أزهار دائمة غذة النحل عليها دائمة يكون العسل ماله صافي جدا ولذلك ارتعيت أنه أنشأ مناحل تابعة المكتبي في جمهورية مصر العربية في الريف المصري منطقة الإسماعيلية قنطرة غرب منطقة البياضية قرية البياضية قرية بيها السمسم بيها القطن بيها المورنغا بيها المانغا بيها العرموت بيها 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 نباتات برية كثيرة جدا فارتعيت أنا أنشأ أحد المناحل التابعة لي في منطقة الريف المصري تكون أفضل من البقية لا نقول غير جيد البقية لكن نقول منحنا أفضل من البقية ليش؟ لأنه بيوجود أزهار دائمية فإحنا من نسأل على العسل الأصلي نسأل على منشأ المكان المنحل وين يعني إحنا نشوف مناطق ما بيها زهرة يمر ثلاثة وأربعة شهر ما بيها زهرة بعض مرات المناطق الجبلية تكون بيها ربيع ممتاز جدا تكون طبعا تكون بالتأكيد العسل الأحساب من اللي موجود عندي ليش؟ لأنه جبلي لكن وين الربيع؟ وين الأزهار؟ فنتكلم عن الأزهار الربيعية اللي تنتجها الطبيعة ينتجها فقط رب العالم ما يتغذيها كيمياوي وأسمده وما أعرف شنو هاي كذلك راح تكون أشبه بالمصنعة فإحنا الهدف الوحيد من إنتاج العسل الأصلي مناحنا ككون أزهار كثيرة جدا تختلف عن بقية المناطق فإحنا الأخوان النحالين نريد منعثهم ينتجون لنا عسل من أزهار كثيفة لا نريد عسل من سكريات مخلين مي وسكر ومخلين الكادية والمعرف شنو وحبوا باللقاح السابقة يذوبوها ويخلوها بماء ويتغذى عليها نحو يظلعها هاي ممكن يستخدمها في أوقات الشتاء في أوقات المطر في نقل الخلايا نعم تستخدم لكن استمرارية على استمرار الزمن هذا الموضوع ونقطة مهمة جدا أي واحد ينتج عسل كثير جدا يعني الخلايا ما تنتج لنا أكثر من خمسة إلى عشرة كيلو إلى ثلاثة كيلو أنا بحياتي مناحلي ما ناتج أكثر من ثلاثة كيلو كل خلية بكل ليش لأنه تكون أزهار موجودة وما يتغذى على سكر ما يتغذى على سكريات ممكن المنحل ينتج عشرة وخمسة عش كيلو بالخلية الواحدة لكن كل ما يقل الإنتاج المنحل كل ما يقل إنتاج الخلية من العسل يكون العسل أجود وأفضل يكون العسل أجود وأفضل هاي نقطة راس سطر فاحنا نشوف مناحل مسميات كثيرة جدا منحل الفلان الفلاني منحل منال الفلان الفلاني ومزع الكل للعراق ومزع ثلاثة رباع بغداد ومزع بثلاجات وبرادات ومخليه لنحل المناحة العسل المناحة المال وكاتب عليها الاسم جيد يعني كم خلية عندك شقد تطلع باليوم شقد تطلع بالشار شقد تطلع بالسنة الخلية تنفرز مرتين بالسنة كل خلية تنتج من ثلاثة إلى خمسة كيلو منين تنتج تغطي هذا الانتاج فهذا دليل على وجود خلل على وجود غش على وجود تغذية ما بيها مجال لأن هذا شغلة علمية وما عندنا أسهار إحنا أنا بس أقل لكم فتحوا أذهانكم شوفوا لي وين الأسهار وروحوا أخذوا عسل عافية عليكم بس هذا اللي أريده في سبيل تكون الشغلة ممتازة والصحة لأنه العسل إذا كان غير أصلي مغضى على سكر راح يأذيننا الإنسان راح هو أبو الأمراض السكر الأبيض هو أبو الأمراض النوب عسل أحمد من بغداد شاء الله بكنا عليكم السلام حياك الله أهلا وسلام حياك الله ألف هلا شكد العمر المرأ له رجال لا رجال حاضر إن شاء الله شتعاني شتعاني منيش منيش تعاني دائماً إن شاء الله خير حاضر حاضر حياك الله أهلا وسلام حياك الله فننظف الكبد لازم بيش بالعسل الأصلي إذا ماكو عسل أصلي راح يأديننا الكبد وإديننا إلى تراكم الشحوم داخل الكبد راح يصير لنا أنا أخذت لموضوع طويل بتنظيف الكبد ليش؟ لأنه إذا رحنا نخلي العسل المخشوش مع تنظيف الكبد راح هو يسوينا دهون على الكبد لان تعرفون السكريات يتسوينا دهون على الكبد راحنا يعني إحنا جاي ننطي علاج فيه نفس الوقت ننطيه مراض ولذلك أكد على تنظيف الكبد بالعسل الأصلي إخوان الموضوع صعب جدا يعني كيف إذا كان عندنا هو العلاج بالعسل والعسل المخشوش راح يسوينا مرض ولذلك أخذت أكثر من عشر دقائق أوضح كيفية معرفة العسل الأصلي من الغير أصلي ما يحتاج لها روح على القاضي منطقة ريفية بيها نباتات المنحل بيها نعم بيها بيها عسل أصلي ما بيها نباتات ما بيها عسل أصلي لا الدخون بالموضوع اثنان نقطة فتنظيف الكبد أول نقطة تأخذونا قدح ماء دافئ بكذا هذا القدح تقريبا قدح ماء دافئ طبعا عريقوا الصبح تخلونوا إياه ملعقتين من زيت الزيتون الأصلي من اللي معصور على البارد وإياها ملعقة عسل أصلي يذهب داخل قدح الماء الدافئ عسل أصلي زيت الزيتون الأصلي ملعقتين العسل يكون ملعقة عصير ليمونة حامضة عصير من الليمون الحامضة ثلاث مغال عسل زيت الزيتون ليمون حامض في قدح ماء دافئ ديروا بالكم مو ماء حار الماء الحار يؤدي لنا مع العسل إلى التقيير هاي نقطة راس سطر فيكون الماء دافئ مائل إلى الحرارة بسيطة جدا نقدر نقوله بجو الغفرة وشوي أدفع المديده وبننا العسل وزيت الزيتون ينشرب على معدة فارغة ولا يتناول أي طعام إلا بعد نصف ساعة إلى ساعة طبعا هذه يؤدينا إلى تنزيل الوزن يؤدينا إلى تنظيف الكمد يؤدينا إلى تنظيف الكلة يؤدينا إلى تنظيف اليورك أسد يؤدينا إلى ليونة الأمعاء يعني نضرب عشرين أصفر في حجر ومو عشر أصفير راح هذا كل ما نالك الكأس اللي محتوي على الماء الدافئ الليمون العسل الأصلي الزيتون الأصلي تنظيف الكبد من أربعين يوم إلى ثلاث أشهر طبعا هذا التنظيف تنظيف قبل استخدام العلاجات لكثير من الأمراض مثل الصدفية مثل الأجزمة مثل 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 كل الأمراض الجلية وأمراض القلون هذا يستخدم هذا التنظيف وإذا كان البطن إمساك راح يؤدينا إلى الليونة وإذا كان ما فاد نستخدم أشياء ثانية أخرى هذا تنظيف الكبد وتنظيف الكلة لعلاج اليورك أسد الاستمرار على النظام الخضراوات الإقلال من أولا اللحوم الحمراء ما نقول ممنوع على اللحوم الحمراء ما نقدر منع اللحوم الحمراء زهراء من بغداد زهراء من بغداد تفضله زهراء من بغداد الغدة اللعابية على كيفك ويانا جاتذ كونين خلنا افتهم نصي التلفزيون وحشيلي من بعيد نصي لتلفزيون وحشيلي من بعيد ستسي حشيلي من التلفون ستسي treating هل يؤلت غعدها إيه؟ شنية الغدة اللعابية الغدة لعادية اي حاضر Oops ايه يعني لا تفرض 90 سم الامتناء واي واحد يعاني من مريض الكلة او اليورك اسد او التابل كاد الامتناء عني اثنين قلنا اللحوم الحمراء ما نقدر نبتعد عنها بالصورة الجيدة لعراقيين ونحب اللحمة ديها مجال لا احد يناقشنا على هاي النقطة انا ما اقبل النقاش تاكلوها بالاسبوع مرة مرتين ما يخالف بس تمنعون عنها نهائيا لا ما ترهم ما ترهم لان المريض المريض ما يمتنع فليش دانو منعون شي للحجاية عنه فبالاسبوع مرة الى مرتين يقللين من اكل اللحوم الحمراء هاي واحد الاقلال من منتوجات الالبان جملة وتفصيلا هاي الاثنين الاقلال من منتوجات الالبان الاجبان كذا الاجبان خاصة ممكن الزبد الحيوانية شوية ممكن الدهن الحر شوية لكن الاجبان اشبه بالممنوع لانه تأدين الى تراكم الكالسيوم بكثرة والصوديوم بها املاح كثيرة جدا فمن يتفقوية الكالسيوم يرفعنا ضغط ويسونا يركزدوا امور كثيرة جدا الغناء عن هذا الموضوع نتكلم به فيبتعدنا عن اللحوم الحمراء منتوجات الالبان هاي الاثنين يبتعدنا عنه طبعا هاي موذية لكل الجسم موذية للكلة موذية 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 كثيرة جدا هاي الاثنين يكثرنا من تناول الخضروات والفواكه مصنص لان الفواكه الكثرة ما اللي تأدينا الى نشوء الدهون الثلاثية بالكبد كثرة تناول الخضروات هاي نقطة مهمة جدا الاقلال من الفاكهة الاكثار من الخضروات الورقية والاسماك والدجاج او لحم الطيور بصورة عامة خضروات دجاج سمك تكون مشويات طبعا يكون افضل افضل لجسم الانسان بكثرة المشويات الدجاج ومشويات الاسماك مفضلة جدا لهذا الموضوع نقطة مهمة جدا هنا النقطة ندق ناقوس الخطر الاسماك البحرية غنية بالمواد اللي تأدينا الى تراكم اليورك اسد الاقلال من المنتجات البحرية الاسماك النهرية افضل بهذا الموضوع الاسماك العادية افضل بهذا الموضوع الاسماك البحرية تكون مو جيدة باليورك اسد الاسماك البحرية غير موجود بها المواد اللي نستفاد عندها بتحليل المواد الصلبة اليورك اسد الإبتعاد قدر الإمكان عن الأسماك البحرية نقصد الأسماك النهرية أول مرة الأسماك النهرية تفوز بالتصيط على الأسماك البحرية الدجاج اللي ما مغذى على الهرمونات يكون أفضل والخضروات هاي أفضل ما يكون بقعدنا نقطة مهمة جدا العلاج الخارجي لليوريك أسيت تعرفون تعب ووجع وما أعرف شنو فنستخدم لها علاجات كثيرة جدا زيوت كثيرة جدا لكن الثلاثة زيوت يكون أفضل ما يكون هي الثلاثة الآتية زيت الكافور لكن يستخدم للنساء أكثر من الرجال لأنه يؤدينا إلى ضعف القدرة الجنسية هاي نقطمهم جدا شي عادية نطقها قلت لقيلة القائلة نقولها بطق بطق فالصراح اللي بنقول لكم الرجال ما يستخدموا الكافور ليش ما يستخدموا الكافور ليش بس النساء عمي دعنا نتفاهم زيت الكافور يؤدينا إلى ضعف القدرة الجنسية فيستخدم للنساء أكثر شو نستخدم مكانا زيت الخردل زيت الزعتر زيت النعناع الكافور ممتاز جدا لكن الرجال يؤدينا إلى ضعف الانتصاب فنستخدم زيت الخردل زيت الزعتر زيت النعناع ممكن شوية زيت خروعويا ودلك على المكان لمدة خمسة إلى عشرة دقاق على المكان اللي تؤلم من المفصل يفضل استخدام استشوار أو الماء الدافع قبل بعدين استخدام الزيوت بعد ما نستخدم الزيوت شنستخدم نستخدم لفاف من الكيس النايلون وباندج يكون أفضل يكون أفضل لترطيب المفصل لترطيب المفصل في بعض الأحيان في بعض الأحيان يجينا المريض عبر عليه سنتين وثلاث سنوات من اليورك أسد من ارتفاع هذا الموضوع يكون تكتل على المفصل هذا التكتل على المفصل الزيوت ما رح تتفيده بصورة جيدة شنو نسوي له عندنا طريقتين لهذا الموضوع طريقة الأولى أنا أنطي تفصيل لأنه حتى عندنا اتصالات ولسا ما جاوبت بسبب يعني أريد أنطي للموضوع أهمية والاتصالات طمعا أنه مكتوبة يمي وأجاوبها كلياتها إن شاء الله بإذنه وتعالى لكن لازم أنطي الموضوع حقه في سبيل لتكون الشغلة نطلع بنتيجة من يكون تكلسات على المفصل يعني المفصل وبي ارتفاع عن بين حتى من تلزمة بيتكلسات بشوية ارتفاع هذا شنسوي له عندنا طريقتين الطريقة الأولى نستخدم الطحين العادي مع الثوم مع التمر خستاوي التمر خستاوي نخليه بزيت الزيتون الطريقة نجيب زيت الزيتون نخليه على مقلات طاوة بالعراقي مقلات زيت الزيتون على نار هادية نجيب تمر خستاوي التمر خستاوي يعني اي تمر رطب بس الخستاوي افضل نتيجة الخستاوي هو المتداول اللي تستخدموه برمضان نخليه بالزيت شوية على نار هادية بعد ذلك نجيب شوية طحين وياه راح ينخلط يصير مثل العجينة شو نضيف وياه نضيف وياه خمسة الى عشرة فص ثوم معصور الثوم يكون معصور يكون افضل المو مثروم معصرة مال ثوم ينعصر فينخلط خلطة جيدة جدا راح يصير اشبه كله عجينة زيت الزيتون تمر خستاوي ثوم طحين يصير مثل العلكة يتخلى على المفصل بعد ما يتخلى على المفصل يتخلى كيس نايلون كيس نايلون ويشد من ما شد هذا يوميا يستخدم مرة واحدة يوميا يستخدم مرة واحدة من 3 ساعة الى 4 ساعة والافضل يلفه ويلف راسه وينام يلفه ويلف راسه وينام يقعدوا صبح يشيله هذا افضل ما يكون يستخدم حتى لو بالاسبوع مرتين اثلاث مرات ما اكو مشكلة يوميا ما اكو مشكلة لان يروح يخف الألم هاي احد الطرق المجانية الطرق المو مجانية طبعا كثير اللي احنا نستخدم مصطلحات اشو مجا يعرفوا يقولوا لي يتصلون بيها من كل مكان يقولوا هذا مو موجود بالأسواق عمي احنا مني نجيبها طبعا موجود بالأسواق هاي المواد نجيب مادة الاشك هاي تكلسات المفاصل بصورة عامة مادة الاشك مادة صمغية اشفها بالبان ذكر لكن متراسة لونها اصفر ذو عطر ممتاز جدا طيب مادة الاشك والله احنا نسميها مادة الاشك وناخذها من الأسواق الاشك نقل لكم مهاك انا اقول لكم موجودة واني جاي اجيبها موجودة عندي بمكاتبي الاشك بسمي يقولي تذكرها بالبرنامج وما موجودة بالأسواق عمي والله موجودة بالأسواق واني اخذها موجودة بمكاتبي مادة الإشك مادة جيلاتيني أشبه بلبان ذكر متراص لونها أصفر هاي مادة الإشك ونضيف وياها ملح الطعام ملح الهاملايا أو الملح الصخري أو الملح البحري ماكو مشكلة بالموضوع يندق ناعم جدا نجيب كذلك زيت الزيتون نخليه على مقلات نخلي وياها تمر خستاوي ونخلي وياها الإشك المخلوط مع الملح تقريبا نخليه ملعقة كوب من الإشك وملعقة كوب من الملح كل مرة وينعجن عجن جيد جدا بدون ثوم ويتخلى كذلك على المفصل هذي نسيت ما قلت لكم أي خلطة ممكن يستخدم ثلاث أيام يالله تندب وتسون جديد يعني مادة الإشك مادة الثوم يكون ثلاثة أيام أي استخدام خارج يكون ثلاثة أيام ثلاثة أيام ونذبها تنتهي ثلاثة أيام تكون مستمرين عليها للصبحين شاعدين يندب ثلاثة أيام وبعدين يسوون جديد لأن تقلل فعالية ثلاثة أيام توضع اللبخات ما ممكن يكون عليها أي شيء بس بلغة ثلاثة أيام لا تكون الشغلة مو جيدة هاي التكلسات المفاصل تكلسات اليوريك أسد الإشك مع عمل حط طعام علي من المدائن انتع الهوى علي من المدائن وقطع الاتصال هذه اللبخات تستخدم قلنا ثلاثة أيام بعدين نسوي جديد طبعا الحركة الرياضية يوميا مشي لمدة ساعة ينظمنا الكلا ينظمنا الكبد ينظمنا اليوريك أسد كل الأمراض مرتبطة ببعضها كل الأمراض الإقلال من السكريات الإقلال من اللحوم الحمراء الإقلال من منتوجات الألبان وخاص الأجبان علي انتع الهوى علي يا بو المدائن حياك الله تفضل أخويا تفضل أخويا أخويا الخبير تفضل مو دكتور أنا الخبير إقبال الهاشر عليكم السلام حياك الله حياك الله تفضل أسأل حاضر رمل والتهاب رمل والتهاب عندك حصوات بالكلام لا لا ما عندي تفضل مدخشين والتعب بالطبيع شقد العمر 35 سنة ما أخذ سونار سونار ما أخذ سونار أخي العزيز ما أخذ ابتعد لعن التلفزيون وتكلم لي أخويا حياك الله الظاهر ما سمعنا الظاهر ما سمعنا عزيز المشاهدين لها الحد ونبدأ على أسئلة الأخوان المتصلين نجاوبهم بإسهاب نتمنى أن نكون وفينا بهذا الموضوع إن شاء الله بإذنه وتعالى واللي ما لاحق بالبرنامج بصورة عامة ينزل على اليوتيوب يأخذه بالتفصيل ويكتب لنا قلم وورقة باستخدامات كافة العلاجات لأنه لربما ينسى لربما تروح الحلقة فتكون قلم وورقة بالبيت يكتب لنا كل إعلاجات اللي ذكرناها اليورك أسد وخاصة شرب ليأدي إلى تنظيف الكلاب وتنظيف الكبد الأسئلة ابتسام السائلة ابتسام تقول أصبع الإفهام يتكسر والوسط كذلك وكذلك القدم يكون غير لون يكون كذلك متأذية أعزائي المشاهدين وسائل ابتسام نحن نقطة مهمة جدا دليل على الأمراض اللي موجودة عندنا بالأظافر إذن أكو مرض وين مرض بالعظام مرض وين مرض بالتمثيل الغذائي فنحتاج تحاليل للإدرار هاي واحد تحليل الدم اللي يؤدينا إلى معرفة نسبة D3 ونسبة الكاليسيوم D3 ونسبة الكاليسيوم أنا متأكد تسعين بالمئة وجود نقص أما بالD3 أما بالكاليسيوم هاي نقطة مهمة جدا فعليه نعرف الخلل ده نعرف نجاوب المريض فممكن تحلل لنا اليوريك أسد تحلل لنا كذلك D3 تحلل لنا نسبة الكاليسيوم تراسلنا على رقم الواتساب اللي 0780 مكرر 9 مكرر صفر مكرر واحد ستة أعتقد ظاهر على الشاشة طالع على الشاشة تأخذون هذا الرقم تراسلوني على الواتساب تسزولي كل التحاليل هذا مجاني الرقم في أي ساعة أجاوبكم خلال 24 ساعة ما نعطل الإجابات 24 ساعة تم الإجابة على كل الأسئلة فأي واحد يستكسر من هذا الموضوع وننطيل وصفة خاصة إذا كان علاجاتنا داخل المكاتب أو نوصف للعلاج أو نرسل للحلقة ده يعرف العلاجات بصورة تكون أسهل وأفضل فالاختصالة ابتسام تحللناها التحاليل 2 بس على العموم نجاوبك على العموم نجاوبك بصورة عامة نجاوبك على أساس بأنه عندك نقص يا كاليسيوم يا دي ثري أنا متأكد وراسين على الواتساب وإن شاء الله نطلع بالنتيجة جيدة السمسم مع القشور نقطة مهمة جدا السمسم الموجود بالأسواق كله بدون قشور مثل الحنطة يأخذون لنخالة يذبوها وهي الفادة كلها بالنخالة يجبونا طحين الأبيض اللي كله أمراض كله كاربيوهودرات كله سكريات مع كل الأسف فيتامينات والمعاد الموجودة بالقشور نحن نشيلها نذبها نشيلها نذبها للحيوانات مع كل الأسف ويحرمونه من عدة هذه التطور الحضاري التطور الحضاري الجديد فأخوان السمسم ممنوع عندما फ Schul عندها قشر فائدته بالقشور ومن تكون السمسم مع القشور فائدة القدح الواحد عدال 12 مرة من فوائد الحليب أنتوفوا علي السمسم مع القشور عدال 12 مرة عدال فوائد الحليب وطبعا تعرفون الدي ثري فوائده خاصة بهاي السنين عرفنا الدي ثري بانه مسؤول على الجهاز المناعي وتنشيط الجهاز المناعي وكرونا وغيره كرونا فهي نقطة مهمة جدا السمسم مع القشور تاخذنا كيلو من السمسم مع القشور تنقعه تنظفه طبعا بماء بعد التنظيف من الماء ننقعه لمدة أربع ساعات ينقع لمدة أربع ساعات بعد الأربع ساعات يجفف طبعا بين المناسبة الماء اللي نقعنا به السمسم ما نذبه خلوا ببالكم ما سنقول يشي تفيدني شربه لا عمي ما تشربه هذا الماء وصق ما تشربه لا شنسوي هذا للشعر ممتاز جدا ممكن يكون حمام مائي للشعر حمام مائي للشعر حمام مائي للشعر ينحفظ ماء السمسم وينفرك بجذور الشعر وأطراف الشعر وينطي تسريح للشعر بصورة جيدة جدا ناخذ السمسم يجفف يفضل بالشمس أو مصدر حراري بعد ذلك يوضع على نار هادئ قليل جدا من حمصة نقول بالعراقي تحميس بسيط جدا نشمم شوهر يحت النار تحميس بسيط جدا لأنه يكونني مؤذي للمعدة يكونني سمسم مؤذي للمعدة فيتحمص تحميس بسيط جدا يطحن مع القشور ويتم تناوله يفضل إذا ماكو سكر يخلط مع التمر أو مع الدبس يفضل إذا ماكو سكر يخلط مع التمر أو مع الدبس يؤكل ممتاز جدا لجميع عن حاجز متعرفون يعني السمسم فواده لجسم الإنسان التين المجفف يقطع ثلاث تينات مع زيت الزيتون ينقع ليلة والصبح يتم تناوله جيد جدا للكالس يوم وجيد جدا للديفري وممتاز جدا لتنظيف الكلة الدهن الخارجي الدهن بزيت الكتان الدهن بزيت الكتان الأصلي الدهن بزيت الكتان الأصلي عدة مرات يدهن به زيت الكتان وممكن إذا موجود زيت المورنغة زيت المورنغة غالي جدا لكن ممكن تضعف نقاط من زيت المورنغة مع زيت الكتان تدهن بها الأظافر تنطين طرابة ممتاز جدا وعدم تكسر الأظافر وإن شاء الله ماكو إلا السلامة عمر من بغداد اللبنية عمرها أربع سنوات والشعر قصير وكان بها أبو صفار حسب استفساري من عنده أخواني عزائي طبعا كثير أنا أشوف من هذا الموضوع طبعا بالنسبة لي أنا أحب البنات أكثر من الولد هاي نقطموهم جدا هالسياريت له هاي عمرها أربع سنوات أجال عبو إياها لأن شعرها يخضل وكعكل وخفيف هم حلوة والله يخليها والله يحفظها البنات في صورة عامة طبعا كثير من اللي يقولون يعتفن علي بهذا الكلام أنا لا أنا صاحب تجربة وصبع عشرين سنة إلى ثمان عشرين سنة بعمل الطب البديل يفضل خاصة البنات نزينها بالموس أول سنة نزينها بالموس ثاني سنة ما يخاف نزينها بالموس أي سنة أي سنة بعمر الطفلة قبل أربع سنوات إلى قبل ست سنوات ممكن واحد يزينها بالموس هذا الشعر راح ينمو نمو جيد جدا وقوي جدا يزين بالموس ياريت زينها بالموس هاي أولا لا تعتب علي زينها بالموس قشمرها بأي بيلع بأي شيء زينها بالموس هاي نصيحة لله تعالى وانطيك العلاجات هاسا حاليا لكن صدقني الحلاقة بالموس تعادل نصف العلاج اللي يحتمطكها حاليا نجيب لنا مواد دابغة ومواد مقوية لشعرها طبعا بعد الحلاقة بالموس بعد الحلاقة بالموس للبنبونة الصغيرونة زينها بالموس حلاقة بعدين نجيب لنا أي مواد دابغة اللي متوفرة عندك مثلا قشر الجوزة الأخضر مو الجوزة الأخضر هاذ الجوزة اليابس لا يصير هاي الجوزة اللي نشتريها بالسوق عليها غلاف اسمه هذا قشر الجوزة الأخضر نأخذ القشر هو لونه جوز يا رمادي نسميه الأخضر لأنه يكون بدايته أخضر فنجيب نأخذ قشر الجوزة الأخضر نجيب جذور الرمان يكون أفضل أو أقوى من لب الرمان أو قشر الرمان إذا تلقى لك جذر رمان فتقطعة صغيرة يجفف ويطحن مع المواد الباقية تطحن جميعا مع البلوت مع البلوت قشر الجوزة الأخضر مع البلوت قشر البلوت مع جذر الرمان إذا تعذر جذر الرمان ممكن قشر الرمان أو لب الرمان تطحن جميعا تطحن جميعا وتغليها على النار راح يصير عندك هيئة بوذر تغليها غالية بسيطة جدا يصير هيئة كريمية شلون الحناء هيئة كريمية شوف الحناء شو تضيف لها؟ نضيف لها صفار بيضة دا وجود الفيسوربي صفار بيضة وحدة تخلي لها خاشكتين ملعقتين ملعقة زيت خروع ملعقة زيت زيت زيتون الأصلي ملعقة زيت خروع وملعقة زيت الزيتون ينخلط يصير هيئة مثل الحناء تخليها لبخة على الراس لبخة على الراس أسبوعيا أو كل خمس أيام لبخة أسبوعيا أو كل خمس أيام لبخة لمدة شهر إلى شهرين راح ينتد شعر ممتاز جدا ممكن ننطي زيوت بقية زيت الجرجير ممكن زيت الكتان ممكن زيت الأفاكادو هاي كلها زيوت جيدة جدا للشعر وإذا تريد شعر سرح أكثر تخليها زيت السمسم مع الخلطة لتكون شعر سرح ممتاز جدا وإن شاء الله ماكو إلا السلامة أحمد من بغداد فقر الدم ثمت عسنة بالنسبة لفقر الدم تستخدم أكثر شيء استخدام الزبيب استخدام الموز استخدام الكرافز استخدام المعدنوس هاي الأمور اللي تكيفينها فقر الدم لابتعاد عن شرب المشروبات الغازية عن جميع المشروبات الغازية وعن الشاي بعد الطعام مباشرة أنتم تنع منعنا النهائي جدا بالنسبة لزهراء من بغداد الغدد اللعابية لعمر تسعين سنة هاي غرغرة بزيت الزيتون ومضمضة غرغرة بزيت الزيتون ومضمضة غرغرة بزيت الزيتون ومضمضة عدة مرات المعرف الأخ المخرج الأستاذ الكبير اش قد فقال لي من الوقت؟ نعم دقيقة وحدة الأخ خسال علي من المدائن التهابات المجاري البولية هذا موضوعنا كله كان على التهابات اليورك أسد وعلى التهابات المجاري البولية ادخل على الحلقة ادخل على اليوتيوب وتلقاها ان شاء الله او ترسلني على الواتساب اللي ظهر عشها ارزلك حلقة كاملة واجاوبك ورحت اجاوبك هاسا سريعا تاخذ كفشة ذرة كرفس البير بذور الخس هذه تخدرها مثل الشاي وينومي بصرة وينهيل وتشربها عدة مرات باليوم تشرب ماء مع الليمون مع زيت الزيتون مع الليمون مع زيت الزيتون مع العسل اصلي خلينا نضف لنا الكل الكبد والكلة هذه افضل خلطة لتهاب المجاري شرب الماء باستمرار شرب ثلاث لترات ماء للقليل يوميا لتهاب المجاري يراد ثلاث لترات من الماء مع ثلاث ليمونات يوميا لتنظيف المجاري وعدم حدوث حصيات الكلة وعدم حدوث الرمل الخشن لانه الرمل الخشن خلوا ببالكم احنا بطريقنا الى حصال الكلة الرمل الخشن مقدمات الى حصال الكلة اعزائي المشاهدين طابة مساءكم نحييكم وقناة السامراء الفضائية ونلتقيكم على اسبوع القادم ان شاء الله انا محدثكم خبير الطب البديل اقبال الهاشم الحديثي نحييكم ونلتقيكم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا